الزمن المستقبل ، ولكن انا انتبعت انه لنشرح تلكم زمن الماضي البسيط والمضارع البسيط فضروري جدا لزمن المستقبل اني تكون يأ� sites مسبقا مزددا لزمن المضارع البسيط ولذلك كمان اليوم ابدأ في زمن اشرح لكم زمن المضارع البسيط المضارع المستمر باعتذر وبعدين راح اشرح لكم زمن المستقبل لأن زمن المضارع المستمر مهم جداً لزمن المستخدم فاليانا سأشرحه الآن هو أول حاجة زمن المضارع المستمر وليس سأعيه كثيراً عشان الدرس يكون كثير قصير زمن المضارع المستمر ما يعني زمن المضارع؟ نحن أخذنا زمن المضارع البسيط اللي هو نضيف S أو ES في آخر الفعل لما يكون هناك كلمات دالة وهو اللي يدل على عادة أو حقائق طيب ما هو زمن المضارع البسيط؟ باختصار سهل جداً 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 هو فعل عم يحدث الآن ما زاله مستمر يعني صار ولساته مستمر وانت قاعد بتحكي فهو لسه ما خلصش هو بدأ ولم ينتهي بعد فانت قاعد بتوصف وهو شغال كيف هذا الفعل؟ ببساطة هو الضمير زائد am فقط لأي is لهي وشي وإت وفي عندنا R لباقي الضمائر اللي هو إيش؟ they we قولوا معايا they we والله نسيت بغطة الضمائر هما واحد ايه ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب هلا بيجري بعده plus يعني الضمير am لحالها مع I is is my he she it مع we تعرف ايش الفعل وتحط له ing سهل جدا اي بدا حط لها ام هي وشي و ات بدا حط لديهم از والفعل زال ing نفس الشي لدي ووي و او يو تحط لهم او الفعل ing بسيط جدا هذا هو تركيبة هذه هي تركيبة اللي رح امسحها سريعا تركيبة زمن المضارع البسيط زمن المضارع زمن المضارع المستمر عرفون زمن المضارع المستمر بسيط جدا رح امسح القاعدة وناخد مثال او خلينا اخدها تحت عشان ما ترحش هلا هو زمن ناخد مثال بسيط بدنا نقول احمد احمد جاعد يتكلم هو بدا يتكلم ما خلص يتكلم ولا زاله مستفر بدنا نقول احمد او هي هي نفس الاشي هي ها هي احمن احمد 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 احم وهذه ING نقطة أو نعم أو أي شيء تكمل الجنة فزمن المضارع المستمر سهل جداً قبل أن أمسحه و أخلص منه الضمير زائد الفعل في المصطب في الانفينيتف زائد ING ثقب هذا هو شو هو هذا الزمن؟ هو الزمن يدل على حدث بدأ وما زاله مستمر ولكنه لم ينتهي بعد بسيط جداً شيء يصبح الأستاذه يصبح هذا هو زمن المضارع البسيط المضارع المستمر بل نقول بسيط كيف تكون منه سؤال؟ سهل جداً شو بتروح تعمل السؤال دائماً؟ زي ما قلنا في DOES وغيرها DOES وDET بتجيب هادون بتحطوه في الأول بتصير IS أحمد توقف ولا حاجة جبت ال IS من النص وحطيت الهن بتصير سؤال نفس الشيء لآ هل انت قاعد تتكلم؟ و AM شو بتصير AM شو بنقول AM هل نقول AM I TALKING AM I START TO AM STARTING هل نفس ما ردوها؟ فهذا هو بشكل بسيط زمن المضارع المستمر حدث صار وما انتهى ولكنه لساته مستمر وما انت قاعد تحكي عنه سوف أمسحه سوف أشرح لكم زمن المضارع المستمر سوف أشرح الآن زمن المستقبل البسيط ببساطة جداً سوف أستقبل أسئلتكم هذا لو هناك حدث عنه سؤال سوف أتكلم الآن عن زمن المستقبل ما رح بكل يوم بسيط زمن المستقبل زمن المستقبل ماذا يعني؟ هو زمن ماذا حدث سوف يصير في المستقبل يعني لسه ما صارش سوف يصير لم يبدأ بعد بل هو مخطط له له ثلاث أقصى عشان أعبر عن المستقبل في ثلاث أقدام سهل جداً أو خلينا أخذهم بالعرض عشان نقدر ناخد جمل سامحون أول حاجة وأسهلها والأبسط هي اللي هي باستعمال وين؟ هي ايش سوفها أوكي؟ كيف بدنا نقول الضغير؟ زائد يعني هي كل الطمائر أوكي؟ زائد ويل زائد الفعل في المصدر اللي هو الفرب في الانفاتف أوكي؟ وبتكمل باقي الجملة ناخد مثال ناخد مثال ناخد مثال بدنا نقول she will go هاي will هاي الطمير هاي الفعل في المصدر to school إيش؟ tomorrow هاي من الكلمات الدالة على المستقبل tomorrow next Monday next week كل هاي الكلمات الدالة ونفس الشيء كل الضمائر طبعا بتاخد will هاي الزمن بسيط و سهل جدا كل الضمائر زائد will يعني they ولا I ولا we كلهم will play football next Friday برضو كمان نفس الشيء بسيط جدا كل الضمائر بعدها will بتحط الفعل اللي بدك يا وبتكمل الجمل ما بتغيرش ولا حاجة بسيط جدا طيب كيف انا بدي اكوّل سؤال سهل جدا برضو بروح باجيب will قبل الضمائر بسيط جدا جدا بقول will capital letter she will she go to school tomorrow على انتي استفهانة الزهاجة نفس الشيء بسيط جدا ناخد will نحطه قبل الضمائر وبنكمل الجمل نضيف على انتي استفهانة نفس الشيء they are كل الضمائر will they play will they go will he sleep will you be there كل هذا كل اوكي الضمائر will الفعل في المصدر وباقي الجمل هاي اول شكل من اشكال التعبير عن المستقبل ودايما يا سيدي اذا انت متصحب حالك ومش عارف كيف تعبر عن المستقبل مستواكي ضعيف مش محتاج تعرف الاحالتين الثانيات كده تتعبر عن اي شيء المستقبل استعمل هذا الصيغة الضغير will مع الفعل وكمل الجمل خط لما بتفهم هذه وبدأك مستواكي تقدم اكتر وتفهم الناس ما بتحكي لازم تعرف الحالتين الثانيات منهم عن المستقبل واللي هما ايش؟ اول واحدة اللي هي عبارة عن going to يعني اول واحدة قولنا will هو الكلمة تاني واحدة هي going to هي بالضبط نفس will اوكي بالضبط نفس will بس ايش بدنا نقول كل الضمائر كل الضمائر plus going to plus فعل الفعل في المستر في المستر زائل كمل الجملة بسيط جدا ناخد جملة ناخد مثلا they a a a بدي اعتزل سنة a a هذا طبعا في شرعة انا نسيتها بدي اعتزل شوية لما انا بقول going مدام هذا هو فعل وفيه ing فاحنا قلنا زمن المضارع المستمر المضارع المستمر دائما بكون في ing معناتها في قبلها am is and are طبعا هنا في المضارع طبعا هنا في المضارع طبعا هنا في المضارع طبعا هنا في نقول he بنقول was and where كمان بس هنا مش موضوع هدا احنا عندنا ايه am is are they are going to او هانا هاد الاسم ليس مثال هاد الجبن فبنقول كل الضمار plus am i is are زي ما وضحناه في زمن المستقبل المضارع المستمر she he it are they you 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 we we تاكد بس ان كل الشغل تمام ممتاز فانا راح اروح اقول بشكل بسيط جدا يابستعمل will يابستعمل زمن المضارع المستمر الي هو قامو الزعار الاية going to فبنمقول she is going to she is going to sleep she is going to she is going to sleep هي سوف تنام وبكرا اليوم اوكي سوف تنام وبكرا بنا نقول اي am going to منفع نقول كمان go to the cinema هذا كمان صح they they or you ذا ما بدك are going to بتحط الفعل الي بدك اليها فهاي شكل تاني هاي شكل تاني لكيف نحكي عن ايش عن المستقبل موعد تم التخطيط له مسبقا يعني arrangement او appointment او meeting ايشي انت خطة تطلو مسبقا قبل هيك اوكي تستعمل زمن المضارع البسيط للتعبير عن المستقبل تستعمل زمن المضارع البسيط للتعبير عن المستقبل في حالة موعد تم التخطيط له مسبقا يعني مثلا سنقول انا رايح اجيب امي من الاربورت هي صحة المستقبل انا سوف اذهب لأحضر امي من المطار ولكن لان انا موعد هذا موجود مسبقا انا عارف الوقت بالضبط اللي هي رح تيجي فيه فبروح بستعمل زمن المضارع البسيط عشان يدل على المستقبل عشان هيك ما بتحكوا الاجانب دايما بيستعملوا هذا واللي مش متمكن في الانجيز بيقولك هو كيف قال هذا هو حدث مستقبل بس هو كيف وصفه بالزمن المضارع البسيط نعم يا سيد هاي الجواب عندما بتحكي عن زمن المستقبل اذا بتحكي عن حدث انت عارف موعده رح يصير ولكن تم تحديد موعده مسبقا توصف المستقبل هذا بالمضارع البسيط ناخد مثال مثال كيف يقول سيدة نعم او او نعم او نعم هذا هو هذا لحاله هذا زمن مضارح بسيط بس الجملة المراد فيها حدث رح يصير في المستقبل طيب انت كيف استعملت المضارح البسيط في اللا ايشي لسه ما صار ايشت المفروض قولي وين صح ولكن هذه احدى الصيغة الاخرى الادبية والجميلة في الانجليزي انه انت لما تحكي عن المستقبل لحدث تم التخطيط له وانت عارف موعده انك توصفه بزمن المضارع البسيط الاسم المستقبل فميقول ايشتها اليوم في المنتهي سمحنا ميقول ايشتها سمحنا ميقول ايشتها ايشتها هذا الاسم المنتهي اي انت بتحكي لك عن لورا ولا عن مها ولا عن ندا ايشتها اليوم نفس الشيء لو قنا نقول рон yo ايشتها اليوم ايشتها اليوم يعني معناها ايشتها نحكرت موعدها مسبقا إن هم رح يأكلوا مع بعض بكرة هيلاحظ كلمة tomorrow وهي هنا مضارع بسيط ممكن أن تقول she will eat with me tomorrow أو ممكن أن نقول she is going to eat with me tomorrow هاي ثلاثة أشكال اللي أنت فيك تستعملوا أوكي؟ هاي قلنا إيش باستعمال المضارع البسيط هنا باستعمال المستقبل البسيط وهنا باستعمال going to وفيه كمان واحدة ممكن تستعملها كشان يتكلم على المستقبل المستمر المستقبل بشكل عام هي إيش خلينا أمسح حد عشان تخربطوش كمان حالة إنه إذا تستعمل زمن المضارع المستمر للمستقبل كيف؟ عشان نقول she is playing tennis tomorrow afternoon هنا أنا عبرت إيش؟ أنا ممكن مش إحنا قلنا مش إحنا قلنا بدون هذه she is playing tennis هذه الجملة لحالها she is playing tennis هذه بيقول إيش؟ هي زمن المضارع المستمر طيب إذا أنا عارف إنه إذا أنا بدي أقول هي راح تلعب تنس بس بكرة الساعة ستة أو بكرة المساء أو بكرة هيبقى أنا عرفت إنه زمن مستقبل و لكن بعرف متى بالضبط فبيصير مستقبل فبروح أقول she is playing tennis tomorrow tomorrow at 6 p.m. فهيك هذه الجملة كلها كاملة هيك اللي حين حددتها بالأزرق هذه مستقبل زمن المستقبل زمن المستقبل واللي حددتها بالأزرق والأحمر هنا هذي ايش؟ زمن المضارع المستقبل كذا أربع حالات للمستقبل عشان رخز الدرس رح أمسح هذا و رح أكتبه بشكل مبسط وواضح عشان يكون خلاصة درس اليوم شرحت لكم فيها زمنين الزمن الأول هو زمن المضارع المستمر و قلنا هو حدث بدأ و لم ينتهي بعد نقول الضمير على حسب شو هو plus am مع i is مع he مع they و we زائد الفعل في المستقبل زائد ing و تكمل الجملة باقي الجملة هاذا زمن هاذا زمن ايش؟ هاذا زمن المضارع المستمر اوكي؟ غاية عند الهد بعدا عندنا زمن المستقبل هو عبارة عنه عنده أربع حالات واحد الضمير شو مكان زائد ول زائد الفعل زائد الفعل في المستقبل زائد زائد باقي الجملة مع كلمة دالة او شو ما بدك الجملة الحالة الثانية هو الضمير زائد going to زائد الفعل نفس الشيء الفعل في المستقبل زائد باقي الجملة رقم ثلاثة لما أنا بحط ايش قلنا الضمير بستعمل ايش؟ وهذه اللي هي هاذا زمن المضارع المستمر زائد am is r زائد الفعل في المستقبل زائد ing زائد الفعل اللي بعده او باطل جملة اوكي؟ الحالة رقم اربعة وهذه طبعا قلنا عنها هذه الحالة المضارع زمن المضارع المستمر وهان المضارع البسيط لما بكون عن موعد عنده معرفة الموعد مستقن يعني بعرف شي انا خطط له قبل هيك عندي اجتماع عندي ايش يكون زمن المضارع بسيط بسيط زائد الفعل في المستر طبعا زائد اس 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 زائد باقي الجملة بس هذا هو زمن المضارع المستمر وهذا هو اربع حالات عشان تحكي فيها عن المستقبل بكل بساطة اذا انت بدك تريح حاسك وما بدك تحكي كثير في الإنجليزي وتتعب بدك بس تدبر حالك ممكن تنسى الثلاثة هذول كلهم وتستعمل الضمير زائد دول زائد الفعل في المصدر دائما وتكمل الجملة إذا بدك تستوى وتشوف ليش أجانبه وقاتب يحكوا عن المستقبل بزمن المضارع المستمر أو البسيط حيقولتلك شو السبب سهل هذا للناس المساعدة المتقدمة إذا دائما بتسمع في ناس كثير فيكم بغلطوا بقولوا بقولوا هذا الضمير هذا الضمير ما بينفع رحم صحنا شكرا